بص القدم أفضل بإذن الله طبعا ولكن عشاني بقى القدم أفضل لازم برضو أكون أنا يا كريم مجهز نفسي لده لازم أبقى عارفه ده طبعا اللي حيعمل المسلماني والجهاز الفني واللعيب احنا وثقين من ده بس الواحد بيقوله وكلام برضو لازم نهو يتقال لازم نعرف ايه أسباب زي ما كان كده جات لنا فترة برضو الفاينل تاتش بتاعنا بيبقى ما فيوش توفيق لا المباراة حلوة جدا اللعب كويس جدا البسات كويسة جدا كل حاج كويسة جدا لكن الفاينل تاتش بتاعك ما بيحصلش فإحنا مبارح أهضرنا فرص هي دي النقل يعني هو ده عنوان المباراة الفرص المهضرة للنادي الأهل صعب جدا يعني الواحد عايز يفهم يمكن كلامنا ده هو اللي أكده برضو مسلماني خلينا نروح محضراتكو لأن المسلماني كان ليه تحديدا كده تصريحة إحنا أهضرنا فرص عديدة أمام سانداونز ويجب تطبيق تقنية الفار والفيديو في دور المجموعات طيب ده من التصريح اللي قاله لكن فيه تصريحات تانية برضو كانت مهمة أو يا كريم هو قال يعني مثلا هزين للخسارة وإن لم أكن أتمنى الهزيمة من سانداونز ولكن هذه قرد القدم ضغطنا كثيرا على المنافس بشكل قوي لكنهم استطاعوا تسجيل هدف من فرصة وحيدة سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة وأعتقد من وجهة نظري أن الهدف اللي ساجيله بيرستاو صحيح بنسبة كبيرة لذلك أطالب بضرورة تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات وهو تكلم عن غياب مكسيوني ومشاركة بيرستاو وختم قائلا وطبعا قالت تصريحات كثيرة جدا لكن ختم قائلا نعاني من أزمة في الهجوم هو ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى آه طبعا اللي جاي أحسن آه طبعا إن شاء الله يبقى فيه يعني مشهد أفضل كتير جدا وحظ أفضل وتوفيق أفضل للنادي الأهلي لكن مهم إن احنا كمان نعرف إيه المشكلة أو المشاكل اللي احنا بنواجهها فنجي هنا نقول نعاني من أزمة في الهجوم فدي نقطة مهمة قوي نحط إيدي على المشكلة اللي عندي ونحاول حل الأزمة في الفترة المقبلة وده اللي احنا بنتمنى كجماهير بقى لهذا النادي العظيم اللي بنعشقه كلنا واللي هو معودنا دايما إنه هو بيكون في الصدارة واللي هو معودنا دايما مهما كان القسم قوي احنا بنقدر إن احنا يعني نلعب كورة حلوة ونحصد كمان نتيجة حلوة مرضية ليه الجماهير والاسم النادي الأهلي فده اللي احنا بنتكلم فيه خلينا نروح كريم على الصعيد الثاني برضو ومنكوبة مدرب ساند داونز الجنوب أفريقي برضو كان ليه كذا تصريح أنا بصراحة من الحاجات برضو الشدت انتباهي بيقول كهو قال قنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة واستعدين جيدا لمواجهة الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين واحترمنا الأهلي ولاعبيه وخبراتهم كنا نعلم أن الأهلي بيعمل على خلق المساحات لمحمد شريف خلف المدافعين وقمنا بغلقها وكذلك ياسر إبراهيم مميز في الكرات الثابتة ومنعنا من الاستحواذ على القرى المباراة صارت كما أردنا ونجحنا في تعطيل مفاتيح لعب الأهلي ده كان من بعض التصريحات لمنكوبة مدرب ساند داونز فواضح أنهم برضو كانوا مذاكرين كويس جدا زي ما احنا كنا مفروض نذاكرين كويس جدا بس على كل حال زي ما انت قلت وزي ما الجميع بيتحدث هو ده الواقع حالين هو ده الوضع حالين لكن احنا لسه عندنا برضو فرص كتيرة جدا الروح لانهزامية من دلوقتي مش حلوة مش حلوة ان احنا نصدرها أبدا خلينا نطق بفريقنا واللي جاي ان شاء الله يكون أحسن طبعا هارد لك للنادي الأهلي في مباراة الأمس وكان عادة برضو مباراة وانتهت وصفحة وانطوت وان شاء الله الصفحات اللي جاية بقى نراعي فيها كل الأخطاء ونتبت كده على الحاجات اللي كان عندنا فيها شوية تحافظات أو ملاحظات ده على صعيد كرة القادم